إذا متابعينا الكرام بريد أن نشارك معكم مقاطع جديدة لسبل وطرق التدخل التي اعتمدت منذ اليوم الأول للزلزال من طرف القوات المصلحة الملكية المغربية أو الدرك الملكية عن طريق الجو فبطبع الحال وصول إلى المناطق المعزولة والمقطوعة من طرف فرق الإنقاذ الأرضية كي يخذ وقت ونحن في حرب مع الوقت لإنقاذ الأرواح وبالتالي متابعينا الكرام يتم استعمال كما تشاهدون المروحيات دي الدرك الملكية والقوات المصلحة الملكية لإنزال فرق الإنقاذ عن طريق الجو لتقديم الإسعافات المستعجلة للمتدررين والمصابين والضحايا ديال هذا الزلزال إلى حين وصول فرق الإنقاذ الأرضية التي تقوم بعمل غير منقطع من أجل فتح الطرقات فكما شاهدتم متابعينا الكرام لم يتم إدخار أي جهد أو أي وسيلة متاحة من أجل الوصول إلى هذه المناطق تم استعمال المروحيات تم استعمال الطائرات المسيرة بشتى أنواعها تم استعمال كل السبل نعطيكم أحد المعلومة التي بطبيعة الحالة توصلت بها وهو أن حتى المضليين المغاربة كانوا فكروا أنهم يقوموا بإنزال مضلي في هذه المناطق لكن الأمر الذي لم يساعد على تنفيذ هذه الفكرة وهو أولا صعوبة التضاريس ثانيا وهو الرياح لأن الإنزال المضلي يحتاج إلى شروط جوية معينة من أجل تنفيذها وأؤكد لكم متابعينا الكرام أن كل الطرق لطاحة أنت على ذلك القوات المسلحة الملكية أو الدارك الملكي أو كل المتدخلين فكروا في طرق أخرى أضعاف مضاعفة من اللي تفكر فيها أنت أو اللي تقترحها أنت على مواقع التواصل الاجتماعي فكل الطرق تم استخدامها من أجل وصول العاجل والمستعجل لهذه المناطق وكما شاهدتم متابعينا الكرام إحدى الطرق اللي شنال الآن وهو الإنزال عن طريق الجو فرق الإنقاذ يتم نقلها عن طريق الجو إنزالها عن طريق المروحيات من أجل تقديم الإسعافات الضرورية والمستعجلة إلى حين طبيعة الحال ووصول فرق الإنقاذ الأرضية فالحرب ضد الوقت متابعينا الكرام هي ليست بالحرب السهلة هي ليست بالحرب السهلة بتاتا ويجب طبيعة الحال التفكير في عدة طرق وعدة أمور من أجل التغلب على الوقت وكما شاهدتم متابعينا الكرام فالقوات المصلحة الملكية دارك الملكين وقايا المدنيا كيقوموا بمجهود جبار جدا مجهود كبير جدا وأنا مجددا أتأسف لأن المجهود الإعلامي لا يعطي لهذه الناس حقهم لا يعطيهم حقهم ولا يصورون طبيعة الحال ليتم توطيق مختلف الأمور أو مختلف الوسائل التي تم استخدامها من أجل التدخل وإغاثة الناس فتحية خالصة لهذه أفراد القوات المصلحة الملكية والدارك الملكي على الخصوص لأنهم طبيعة الحال منذ الليلة الأولى وهم مجندين إلى جانب طبيعة الحال الوقاية المدنية والقوات المسعدة والشرطة وكل المتدخلين الآخرين متابعينا الكرام سنحاول أننا في كل مرة نبين لكم بالتوطيق صول التدخل المختلفة التي يتم استخدامها من أجل الوصول إلى أهالينا في منطقة الحوز والنواحي وكل منطقة وكل دوار وكل قرية تضررت بفعل هذا الزلزال قلوبنا معكم وطبيعة الحال عزاؤنا واحد وندعو بالرحمة على كل شهدائنا الذين قضوا في هذه الفاجعة متابعينا الكرام أراكم في فيديو قادم ترجمة نانسي قنقر